ما زلنا نتابع هذه الكلمات والتعليقات من المندوبين الدائمين في مجلس الأمن الدولي عقب التصويت وإقرار قرار مشروع الذي اقتقدمت به الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس جو بايدن لهدنة ووقف إطلاق نار بشروط في غزة بين إسرائيل وحماس نتابع التفاصيل هنا جو كان هناك 14 صوت بالموافقة امتنعت روسيا كان بعض يتوقع أيضا أن تمتنع الصين ما هي الملاحظات أولا لماذا ترفض روسيا مثل هكذا قرار هل لما فيه أم لأنه قدم من الولايات المتحدة بشكل أساسي أولا من ناحية الشكل لأنه قدم من قبل الولايات المتحدة وأنه لم يجري التنصيق مع المندوب الروسي في مجلس الأمن فيما يتعلق بمشروع هذا القرار هذه المعلومات التي رشحت من الوفد الأمريكي في مجلس الأمن كما ذكرت أيضا كان يتوقع أن تقدم الصين وأيضا الجزائر على الامتناء عن التصويت لكن في اللحظة الأخيرة وبعد مشاورات ديبلوماسية وراء الكواليس بين الوفد الأمريكي والوفدين الجزائري والصيني تم إقناع الجزائر والصين على التصويت لمصلحة هذا القرار هناك تفاؤل في واشنطن دعني أقول بأن البيت الأبيض جدا مرتاح ومتفائل حيال تمرير هذا القرار في مجلس الأمن لكن علينا أن نتذكر بأن ثمت عدم قبول 100% من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا هناك الطرف الآخر هو الطرف الفلسطيني المتمثل بحماس والذي يمكن أن يعنقل مسار هذا المشروع حتى حتى نتحدث بشكل لا نفرت بالتفاؤل هذا ما يقوله البيت الأبيض حتى نكون الآن حماس رحبت بهذا القرار طبعا هناك معضلة في موضوع قرار مجلس الأمن بأنه يخاطب ومجلس الأمن دائما يخاطب الدول حماس ليست دولة هي رحبت بالقرار المعني هنا إسرائيل وإسرائيل أكثر من مرة لم تنفذ قرارات لمجلس الأمن لكن هنا سيكون عند إدارة بايدن قرار من مجلس الأمن تستند عليه في سعيها القادم ربما أليس هذا ما يسعى إليه أو تسعى إليه الإدارة الأمريكية أمام الرفض الإسرائيلي تماما هنا دعني أشير بأنه ثمت فارقا كبيرا بين الترحيب والقبول بالتنفيذ كلمة الترحيب وهي طبعا لا تنطبق فقط على حركة حماس إنما أيضا تنسحب على إسرائيل إسرائيل عادة ترحب بالقرارات لكن عندما يأتي موعد التنفيذ نتفاجأ أو يتفاجأ الكثيرون في الإدارة الأمريكية بأنه ثمت امتعاضا أو اعتراضا إسرائيليا هنا لابد من الإشارة بأن الحركة أو العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في هذه اللحظات وبعد استقالة الوزير جانس ليست على ما يرام هناك الكثير من الانتعاض والانزعاج من قبل فريق بايدن وتحديدا من قبل وزير خارجي أنتوني بلينكين من السلوك الإسرائيلي لذلك علينا أن ننتظر وطبعا الساعات المقبلة ستظهر صحة النواية الإسرائيلية حيال تطبيق هذا القرار صحيح أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من واشنطن جو تابت